نسبة نجاح عملية تثبيت الفقرات ونسبة نجاح أي عملية بشكل عام بتنقسم لحاجتين نجحنا في الوصول للهدف اللي احنا من أجل عملنا العملية ونجحنا فيه إن احنا نتفادى حدوث أي مضاعفات أثناء أو مباشرة بعد العملية عمليات تثبيت الفقرات وخصوصاً العمليات الأكثر انتشاراً وشيوعاً اللي هي اللي احنا نشتغل فيها على قطاع واحد أو قطاعين من الحركة هي بالتقنيات الحديثة وباستخدام الجراحة الميكروسكوبية واستعانة بالميكروسكوب والوسائل التكبير الأخرى ووسائل الإضاءة بتخلينا نتفادى كتير جداً من المضاعفات وتقترب النسبة من اللي هي تكاد تكون منعدمة وبنتوقع المضاعفات هنا في حالات نادرة جداً حالات لها علاقة بعمليات اتعملت أكتر من مرة قبل كده حالات الإعادة بالتأكيد بتبقى نسبة المضاعفات فيها أعلى المراحل العمرية الكبيرة هشاشة العظام بتزود من صعوبة العملية شوية ولو كان احنا عندنا وسائل برضو نقدر نتفادى بيها المشاكل النتجة عن هشاشة العظام وستخدام أنواع خاصة من المسامير الملأمة للعظم اللي فيه الهشاشة كل دي حاجات ممكن تأصل على نسبة نجاح العملية وإن كان عندما تقتضي ضرورة طبية أن يبقى فيه تدخل زي تثبيت الفقرات احنا هنا بنبص للضرر والمنفع الضرر من عدم إجراء العملية في الحالة دي بيبقى ضرر كبير ضرر ألم مزمن ألم بيتزايد ممكن يحصل يعني تآكل كامل فيه العمود الفقري في الغضاريف وفي الفقرات ممكن يحصل ضيق شديد في القناة العصبية بأثر على كفاءة الحركة بشكل دائم احنا هنا لما بنعمل عملية زي دي بنتفادى كل المضاعفات دي لو فيه نسبة مضاعفات محتملة قليلة جدا أقل من 3-5% في معظم الأحوال ونادرا ما بنواجهها في معظم الحالات المعتادة اللي احنا بنشوفها على طول يبقى بالتأكيد بناخد هذا القرار بناء على الحالة الطبية بتاعتنا فنسبة نجاح العملية وصلنا لتحسن كبير جدا فوق 90% فيما يخص ألم الظهر وفيما يخص الأعراض الخاصة بالعصاب بتكون مرتفع جدا 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 بالمقارنة بيمكن حتى وسائل وطرق علاجية أخرى أكثر تحفظا من التدخلات الجراحية لذلك عندما تقتطي تضرورة طبية احنا بننصح بهذا الإجراء ومن أجلوش عن اللازم لأنه هو نسبة نجاح والحمد لله مرتفع جدا عشان نعرف على الوقت أكتر عن مشاكل العمود الفقري وطرق الوقاية منها وترق تشخيصها وعلاجها تابعوني في الفيديوهات اللي جاية خليكم معنا